نحضرها خاصة للنفسه و كامل المعازيم و ثاني نفعلها في سائر الأيام يجب أن تأتي طالعة و خفيفة و نعمرها عسيلة فيها عدة طرق كان يأتي بسميت كان يأتي بالفارينة و كان يأتي خالط أنا اليوم سأمد لكم أبسط واحدة و أأتي بالفارينة في بول صغير حتى تزيد و اخترت ماما لها 55 خميرة الحلوة و في جهة أخرى سوف نحضر لها قرصة الملح و نخلطهم سوف نأخذ قليلا من هذا البيت و نزيدهم لهذا الخالط الأوبل الذي كان فيه زيت فارينة و الخميرة سوف نحلح لهم من مليح و لا يأتي براكس نمزج الخالطين كيف كيف تقدروا كل شيء على ضربة شرط تكون رابيد و تعرفوا كيف تعملون و لا يأتي بها لن يأتي بالفارينة في الأخير في قصة البيضاء السابعة و سوف نخلطها غير قليلا هذا هو الزر تعنيقات البيضاء في المشوشة نحب نضيبها في كاسرونة باش تجيني عالية سخنت فيها شوية زيت و فرقت الخالط نغطيها و على نار قليلا كي نشوفها نشفت لي من الفوق راح نقلبها باش نكمل نحمرها هذه هي المشوشة الأصلية بدون حليب بدون لفاني نعمروها عسل و في البلاد نحضر عشرات تحت حبولين ماشي وحدة ولا زوج ناكلو و ناكلو كامل ناس و ما كانش لي ما يحبهاش الى وصفة أخرى سلام